كان في حياتك محطات مؤلمة يعني ضياع الحبيبة في وقت من الأوقات لما راحت الفنانة نسرين أو النجمة في وقتها نسرين وانت صغير من زمان وانت صغيرين وانت كنت كبر منها وكنت معجب بيها وفجأة جوزت بدري قوي فده جوزت 16 سنة كانت صدمة وبقت أرملة وانا عندها 17 سنة فطبعا لأننا كنت كانت هي بالنسبة لنا الفيدات بتاعتنا يعني كانت مثلا وإحنا كنا بنعمل أغاني في الإزاعة أو كده فكانت هي السوليست وإحنا الكورس الحواليها يعني فأنا كنت يعني لازم تعجب بيها أه بحبها جدا وبتاعة وبس طفلي يعني وبعدين اتجوزت طب ما أعطت أقولها طب ماش تستنيني يعني صبوري أنا جاي صبوري أنا جاي بس طبعا البنات بيبقوا بيجوزوا بدري وفي الوقت دا لا هم كمان بيبصوا للكبار أكتر من الصغيرين يعني في الوقت دا يعني فتقابلنا بعد كده في علي بيم مظهر فرصة العمر كانت طبعا نتجوزت بقى وبعدت فترة وبعدين رجعت بفرصة العمر وبتاع فكنت تعدى بقى إيه يعني أحب على نفسي كده الأقدار كان لها دور في لقاته سبحان الله سبحان الله طبعا المهم بعد يعني حتى يعني توفى زوجها وهي تقابلنا تاني متو تقابلت في باريس لا لا لسه اه اتعملنا أبواب المدينة مع أسامة العركاشة وبرضو الجزء الأولاني وعلينا أنا سفرت في باريس بقى اي بتتجاهز للفيلم وبتتعلم اللغة فرنسيسة بالضبط كده بتاخذ منح اه اه فهي كان عندها أداء علني بتصرف من فرنسا أداء العناني لألحان لألحان محمد ضي اه وهي بقى مسؤولة في الورث بتاع بنتهاو فعايزة تجيب حقها اه فعايزة تجيب حقها فكلمت مكتب يوسف شاين لأنه معروف ان يوسف شاين عنده اتصالات بفرنسا بفرنسا يعني فقالولها محس موجود هناك فتكلموني وقالولي الانسرين حتيجي وبتاع وقابلتها وخلصت لها الامور بتاعتها وبتاع وحتمت كده وحملتها رسالة تجيبها البيت اه بذلك حملتها دوا كان والدي طالب دوا وقالت لها بصي ودي الدوا دا معلش اتصل بيهم واخويا الكبير حيجي ياخد منك الحاجة فهي اتصلت بيهم هي اصرت انها لا ماينفعش أنا اللي هاجبه لك أنا اللي هاجبه لك يعني وبتاع وخدت بنتها وراحت وشافها والدي رحمة الله عليه واعجب بيها جدا ومحبتها قوي يعني احنا اشتغلنا مع بعض كذا مرة يعني وبعدين بعدها فترة والدي توفى فانا نزلت من باريس رحت يعني عشان اعز جنازة لا انا ملحيتش الجنازة حتى فاوما دخلت على والدتي قلت لي والدك بيوصي انك تتجوز نسري وصية وصية قلت لي ماما احنا في عازة قلت لي وصيته بيقول انك تتجوز نسري قال لها كده عايزة تصوني ابنك تجوزين نسري يا سبحان الله فبقيت ايه قلت ياها جات عطبطاب ده بصيت بابا ده بصيت بابا سمع كلامنا نسري بقى بالضبط كده فبقى والدتي كلمتها وقت لها يعني احنا عايزين نتقدمه بتاع وفد طبعا لانه يعني احنا طول عمرنا بنقعد نتكلم مع بعض كأصحاب وبنقعد نحكي بقى حياتنا عاملة ازاي انت خمساوشنسن خمساوشنسن خمساوشنسن